مش لايبك ليفت خليه أزنقك شوي فتوح متعور أو فتوح حتى لما كان متعور في الكونفيدرالية في مطشاط الدولي بيلعبوا إبراهيم أمضاي وأنت قاعد تتفرج على المطشاط طبعا بتتحصر والله يا كابتن هو في الأول للآخر ده نصيب طبعا والحمد لله يعني مصيبي وداني المكان ظهرتي فيه إمكانياتي والناس مؤمنة بيه هناك والناس بصراحة يعني أنا شايف حبهم لي حاجة أنا ناس دول يعني هفضل أحترمهم لحد آخر يوم في عمري أكيد طبعا المسؤولين في النادي الإسماعيل المسؤولين والجمهور والجماهير الإسماعيل الناس رحبت بيه وترحيب غير طبيعي أنا ما شفتوش والله يا كابتن هو يعني الزمالك استحقام من بدري جدا الزمالك كان لازم ياخد البطولة دي فالناس تعبت واشتغلت حتى أنا في البطولة دي أنا لعب ثلاث متشاط أرتصولار وساجرادة وصور الغيني فهم كملوا بصراحة السلسلة وكانوا يستحقوها بصراحة البطولة يعني عن جداره الزمالك بس أنت راجل شاركت في الكونفدراليه يعني واحد من ضمن الناس اللي شاركت في الفوز بالكونفدراليه فترة أسوريو كانت الناس بتنتقدك شوي والله جابتين أنا كنت بلعب في مكان مش مكاني بس أنا مينفعش أقول له ملعبش أنا محتاج دقيقة محتاج كل دقيقة تلعب صغير واللي يطلب منك لازم تعمله محتاج كل دقيقة أنا مينفعش أقول له ملعبش بعدين الرجل ده كان بيعملني كويس وكان بيحبيني يعني بصراحة فقال له عشان أنا ما عنديش مساك أشوال فأنا حطره أحطك في المكان ده ناحية الشماء آه فهو كان بيحب يلعب بثلاثة وراء وحطك كمساك من ناحية الشماء هو كان بيحب يلعب بفتوح في كل حتة آه ستة آه تمانية وينج بيحب كان بيحب فتوح برضو أول فهو أنا حطيني أنا في المركز ده وأنا مش مش يعني أنا مش كمدافع زي ما مثلا بحب يخط آه أحب أروح أحب أنطالك معه آه فهي تلاتة دي كانت ما كانت بالنسبة لك آه بس كنت لازم تلعب أنت رجل يعني ناشي وطالع آه لازم تلعب طيب يعني سوريو برضو أنا مثلا ما كانش بيعجبني آه يعني أنا كانت تحس الفرقة متلغبطة لا هو كان عنيد شوية عنيد آه بيحبش يغير لا 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 كان عنيد شوية آه يعني كله مطش بتشكيل بس هو آه ما كانش بيستمع للمعاونين لا 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 مساعدين يعني هو بس هو كان اللي هو في دماغه بيعمله لازم يعمل آه بس بقيت حاجة كده مش عارف يعني مطش أرطة سولارة اللي احنا كسبنا فيه زمالي كسب فيه أربعة واحد بين الشوطين فعلا انتوا قعدتوا اللعبة مع بعض في قط اللبس آه هو الوينش اتكلم آه يعني هو راجل قال تعليمات وانتوا قلتوا احنا هنشتغل كذا ويعني نعمل الشغل بتاعنا اللي احنا نقدر نكسب يعني اشتغلتوا عكس الكلام اللي كان قاله قصوريو هو دي حقيقة اللعبة جمعنا بعض وقلنا خلاص هو كان كان واحد صفر كان واحد صفر ليهم ليهم ولازم يحن نكسب أربعة آه ما فاكر صح قالولي كده قالولي انتوا بين الشوطين الراجل قال كلام وانتوا جمعتوا نفسوكوا اللعبة الوينش وكابتن شيكا آه الوينش وشيك الوينش وكابتن شيكا اتكلموا شيكابان آه ايه بعد حصل مش هنخرج من هنا غير ما احنا ميتين آه لعبتم بطريقت كنتم آه انتفقتوا على حاجات انتوا من دماغكم يعني كان لعيب آه 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 والراجل كان رد فعله ايه هو قصوريو كان فيه كان فيه حاجة كده كان بيعمله لما كان بيلعب بتلاتة بييجي علينا اربعة على تلاتة كل كورة آه يعني كل كورة كان مثلا بيجي علينا اربعة على تلاتة فالموضوع كان بيبقى صعب حتى في الهجمات المرتدة كانت في المطش ده آه كتصعب يعني حتى الجنة اللي دخل كان كده آي بس احنا لما كنا بنهاجب كنا بنخلق فرص كتير آه كتير جدا فلعبتم بطريقتكم يعني مين بقى كان المدرب في الحتة دي من اللعيبة اللي قال لكم هنلعب كزا ولازم عشان ناس الجمهوردة ما يزعلش ولازم نكسبه الوينش لما دخل كان متعصب جدا الوينش كان متعصب جدا بين الشوطين فماتش قرطة سولار آه هو ما كانش موجود في المطش كان متعصب جدا كان ملعبش لا لا ما كانش موجود ما كانش بيلعب آه كان مصاب واتكلم بقى شيكا قال لكم وإيش كبال احنا مش هنخرج آه من البطولة دي يعني لقى قصد التعليمات الفنية اللي انتم تعملوا ايه يعني غير الكلام المدرب قالوا لا هنلعب لعبنا وهنقف صح آه هنقف وقفتنا فاشتغلتوا عكس الكلام الراجل خالق يعني آه يعني هوا بالزبط هم عملوا زي ما زي ما الكاباتين قالوا كابتن الوينشو وشيكا آه فوزيزو زيزو برضو شخصية كلمتوا مع بعض آه زيزو ده شخصية أنا بصراحة يعني ساعدني كتير آه ساعدني كتير قوي آه طيب آه ماتش برضو سمعت برضو في ماتش الأهلي كان برضو فيه لخبطة في المتعة 3 واحد آه الأهلي والزمالك آه اللي كان بيلعب من غير هفض فندر فكر الماتش ده كان بيلعب آآ بربعة الشوت الأول كان بيلعب بربعة كان شفيت فندر في نص الملع وفتوح ستة وآآ والباقي بقى طويل آه يعني انتوا حتى برضو هقالولي ان انتوا بين الشوتين كلمتوا مع بعض بس لا هو الماتش ده هو غير هو اللي الكلم آه هو غير غير المطارية آه آه هو كان آآ الراجل التاني المداري بتاع الاهلي آآ كولر مستر كولر بقى يشتغل على على في ظهر الديفندرات عندنا آآ بقى يشتغل عليه كان فتوح بس كان فتوح بس الواح في نص الملع فالاهلي مسك نص الملع فالاهلي مسك نص الملع يعني بقى يشتغل الراجل دخل بين الشوتين بقى غير بس كان آآ كان ثلاثة آآ كان ثلاثة شوت الأول ثلاثة نزل السيسي و عمر السيسي آآ مش فاكر نزل مين تاني بس لعب تلاتة في نص الملع ونزل عمر جابر غلاب والزمال الجاب جون ومطش خلس كلا بس الشوت التاني خلقنا فرص كتير